موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته موضع دا النهاردة جماعة يكون بخصوص التحميل من الموقع شاهد نت ببرنامج الديولوب منجر طبعا كتير من هنا يتفرج على الفيديوهات على الموقع ما يقدرش يحملها زي فيديوهات اليوتيوب لان علامة الديولوب منجر مش بتظهر له تمام؟ النهاردة هعلمك زي تحمل الفيديوهات على متصفح الفيرفوكس وجوجل كروم ببرنامج الديولوب منجر هنروح اول حاجه على متصفح جوجل كروم و هنفتح الموقع عادي بتاع شاهد نت تمام؟ و هندخل نحمل نشغل اي فيديو مثلا عشان نحمله ببرنامج الديولوب منجر هنستنى لحد ما الفيديو يشتغل معنا يظهر لنا هنا كده تمام؟ الفيديو يشتغل وزي ما احنا شايفين هتيجي في اي مكان فوضي على الشاشة سواء في اليمين او في الشمال في اي مكان اسود كده هنا هتدوس click يمين وتعمل inspect element او فحص العنصر لو انت المتصفح عندك بالعربي او هتدوس F12 من الكيبورد تمام؟ و هندوس على inspect element وبعدين هتدخل على network طبعا انت بتبقى مشغل الفيديو ما نفعش تكون واقف عشان هيظهر لك كلام هنا لو انت وقفت الفيديو وكلام ده مش هيظهر لك هنا تمام؟ بعد كده هتدوس على كلمة play list طبعا ممكن تلاقي كزا واحدة فيها play list دوس على اي واحدة فيها play list تمام؟ فانا هتدوس على كلمة play list زي ما انتو شايفينه تظهر لي هنا كود او كل المطلوب منك ان انت هتيجي تاخد فيه هنا كلمة media في بعديها slash وفي بعديها code تمام؟ احنا هناخد الكود التاني اللي هو بعد السلاش التانية تمام؟ يعني مش هناخد الكود الاولاني هناخد الكود التاني تمام؟ هنحدد الكود كده هناخده copy لحد اخر السلاش بتاعته اللي هو الكود التاني اللي بعد media تمام؟ هناخده copy ونروح على التكست ده او الكود الرابط دوت هيكون موجود تحت الفيديو هتبسح كلمة رابط الفيديو دي تمام؟ وتحطه هنا control v او bust للكود اللي انت نسخته تمام؟ وبعدين هتحدد الكود كله هتاخده copy وتروح على tab جديدة في المتصفح بتاعك تعمل bust and go عشان يفتح لك الصفحة اللي انت هتحمل منها تمام؟ هتستنى شوية زي ما احنا شايفين الفيديو هنا اهو سنقفل له هتدوس هنا على كلمة play هتستنى عشان يشتغل الفيديو ده المقديل دي الصفحة اللي انت هتحمل منها بالdownload manager لكن برضو العلامة مش يظهر له قدامك حلين عشان تزر العلامة يا اما هتدوس click main في نصف الفيديو وتعمل progressive download تمام؟ هيظهر لك الdownload manager فوق هنا او انك هتدوس على كلمة اه اه رقم مية اربعة واربعين اللي تحت دوت عشان وتختار منه كلمة اه بدي اخر حرفين تمام؟ زي ما انت شايف ظهر لنا الدولوب manager فوق اهو هتدوس عليه هيبدأ يحمل معنا بشكل طبيعي زي ما احنا شايفه تمام كده ده بالنسبة لمتصفح جوجل كروم ومتصفح سبارك اللي انا كنت شرحه من فترة هنروح على متصفح الفيرفوكس دلوقتي وهنعمل برضو نفس الخطوات هدخل اشغل اي فيديو تمام الفيديو دول برضو هتستنى برضو لحد ما يحمل معاك الفيديو لازم يكون الفيديو شغال اما حاجة وبعدين هتيجي برضو ندوس في اي مكان فاضي في الصفحة كليك يمين وتعمل انسباكت element او فحص العنصر او تدوس F12 فهتدوس على انسباكت element هيظهر لنا الصفحة ديات الرصاصي طبعا لازم برضو زي ما قلت يكون الفيديو شغال عشان يظهر لك حاجات جوة network فهندوس على network تمام وحكلاقي هنا دلوقتي كلمة playlist هتظهر لك هتدوس عليها طبعا لازم يكون الفيديو شغال عشان يظهر لك كلام هنا لو ما ظهر لكش كلام هنا بتعمل refresh للصفحة بتاعتك تمام وبعد ما دخلنا على network هتدوس علي كلمة playlist تمام هتظل لنا الكود بتاع الميديا فوق اهو هتدوس علي كلمة edit and recent تمام وهتيجي برضو تاخد الكود التاني لبعد كلمة media يعني هتعد الكود اللي بعد ميديا هتاخد الكود رقم اثنين هتعمله كوبي لحد سلاش الاخير بتاعه تمام اهو كده وانت بتاخد كوبي ما تاخدش سلاش معك خد الارقام بس وبعدين هنروح هنا برضو هنحط الكود بعد اليساوي بتاعت رابط الفيديو تمام كنترول في اهم حاجة ما يكونش فيه مسافة بين العلامة يساوي والكود عشان يبقى كل حاجة شغيرة تمام وبعدين هناخد الكود كل كوبي تمام وانروح على tab جديد هنعمل click mean and bust and go تمام وبعدين هندوس علي كلمة play زي ما قلتلك اما هتختار من تحت من هنا من 144 دي هتدوس عليها وتختار bd او هتدوس click mean في نص وتعمل progressive download هيحمل معاك على طول تمام فانا هتدوس هنا تحت كده على 144 دي واختار bd علامة download زارك لنا هي هندوس download start download هيبدأ يحمل معانا من غير اي مشاكل اتمنى يكون الفيديو سهل وبسيط بالنسبة لكم تكون الناس استفادت منه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته